هذا دليل على أن الخلاص قد حدث أعتقد كلام الرب يسوع له المجد يقول من ثمارهم تعرفونه وجميل السيد في لغته وتشبهاته الشجرة الجيدة تصنع ثمرا جيدا من فضلة القلب يتكلم الفم ما يخرج منك من أخلاقيات ما تكونه أنت في الداخل هنا الانسان الإي سمناه الداخل لابد أن الإنسان الداخل ينضح في الخارج وهذا الإنسان الداخل سميته من شوية مجمل السمات الأخلاقية والقناعات والمعتقدات التي تحرك الإنسان تقول لي طب ومش أنت من شوية قلت أنه ممكن الواحد يكون عنده معتقدات كتابية صحيحة دلوقتي لخبطنا شوية حلوة أوي إنك لو أنت كنت تلخبطي بمعناها إنك صاحي ومركز معايا الفرق بين أن يكون عندي كيان روحي صحيح في الداخل وجزء من كياني الروحي تشكله معتقداتي وبين أن يكون عندي معتقدات صحيحة لكني خاطئ اللي بيدرسه فعلا في الإنسان بيقوله إنه الإنسان عنده نوعين من المعتقدات معتقدات ينادي بها ومقتنع بها ومعتقدات يعيش بها سموها باللغة الإنجليزية إمبليسيت ثيولوجي وإكسيبليسيت ثيولوجي في قناعات أنت ممكن تدافع عنها وتحارب لأجلها لأنك مقتنع عنها صح بس مش هي اللي بتعيش بها يعني أدي مثل لا يقدر أحدا يخدم سيدين إما الرب أو المال يعني المال ممكن يبقى إله والرب يسوعا بيقول مش هينفع مش هينفع يبقى عندك إلهين يا إما المال يا إما ربنا إمتى المال يكون ربنا المال يكون ربنا لو قدرت أقول عنه مثلا إنه المال يهبني كل ما أحتاج إليه وتكون دي قناعة جواه أنا مش هقدر يعيش يوم واحد في الدنيا لو أفلست تماما لأني بالمال أحيا وأتحرك وأوجد المال هو الذي يعطيني قيمتي في هذه الحياة أو المال هو مصدر أماني في هذه الحياة لو وصلت الكدايب بل المال هو إلهي فلتما ممكن تسأل واحد تقوله المال إلهك يقول لك أعوذ بالله يا أخي ليه يا أخي تقول الكلمة زي كده شر بره وبعيد الرب هو الله الرب هو إلهي بس بعد كده تكتشف أن مصدر الأماني الوحيد في حياة هذا الشخص هو المال وإنه بيعيش فعلا ويبني حياته من جهة أمانه وقيمته وتقديره لكل شيء بناء على المال بحيث إذا مش ضاع المال إذا احتز بس الموقف المالي شوية صاحبنا ضاع هنا في نوعين من المعتقدات معتقد ينادي به ويدافع ويعز به ودول بقى على فكرة كتير أوي ناس بتحب أوي تأكد على معتقداتها الظاهرة لأنها مهددة من معتقداتها الداخلية